أن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح وربما تكون من شأها من غير المسلمين أيضا فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد ثلاثة وكل أعياد أحدثت بعد ذلك أو كل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محتذهها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه غير مقبول عند الله وفي رفض من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد التي ذكرت السائلة والتي سمته عيد الأم لا يجوز فيه إهداء شيء من شاعر العيد كيظهر الفرح والسرور والتقديم الهدايا وما أشبه ذلك والواجب على المسلم ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا وحتى يكون قسوة لا متأسيا لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والأم حق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يأتنوا بها وأن يقوم بطاعتها في غير معصية الله هذا وجل في كل زمان وفي كل مكان نعم